الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد مشروع تعميم المعرفة يقدم في مجال الاقتصاد القياسي ما يسمى اختبار الفرضيات اختبار الفرضيات أو ما يسمى hypothesis testing أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكافة أحبتنا الطلب والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كانوا في زمن جائحة الكورونا الذي عذرنا عن بعض من بعض وعلى بركة الله نبدأ بعد أن أتمنى لكم إن شاء الله المعافى بإذن الرحمن بسم الله الرحمن اختبار الفرضيات هذا العنوان الأساسي لهذا المقطع تعلمنا في الدروس القليل الماضي كيف نقدر أرجو الانتباه كيف نقدر معلمات نموذج النموذج الخطي البسيط والمتعدل وهو linear regression model simple linear regression model أو ما يسمى بالmultiple regression model وكيف نحول الدالة غير الخطي من linear لكن ذات الصيغة ذات الصيغة الآن أرجو أميز الأشياء هاي هنا ذات الصيغة الضربية اللي هي multiplicative form عندما تكون متغيرات مضروبة ببعضها البعض ومرفوعة لقوة معينة ليست مجموعة جميع كيف نحول هذه الدالة إلى دالة خطية بواسطة الليغريتم وضربت أكثر مرة مثال على تحويل دالة كوب دوغلوس لكوب دوغلوس production function دالة انتاج لكوب دوغلوس كيف نحولها من صيغة المضروبة ببعض البعض الليبر مضروب في الكابيتل والليبر مرفوعة لقوة معينة والكابيتل مرفوعة لقوة معينة كيف نحول هذه الدالة غير الخطية إلى دالة خطية الآن لنفترض أننا قدرنا معلمات نموذج خطية إذن الآن النموذج الخطي معلمات تقدرناها كانت من الشكل الآتي عند الآن YI المقدرة هي الظاهرة المراد دراستها قدرناها فكانت النتاج كاميري A hat نقطة تقاطم مع المحور العمولي والآن السلوب الأولي أو الميل الأولي يعني الأفق الأول له B1 hat ثم طبعا مضروب في المتغير العشوائي المستقل X1i ومن ثم كل مضروب زي ما مضاف إليه B hat مقدرة هذه مقدرة هذه مقدرة هذه مقدرة وهذه الأخير مقدرة مضروبة ب X2i له المتغير العشوائي المستقل الثاني إذن هذه الدالة التي قمنا بتقدير معلماتها A hat B hat 1 B hat 2 وطبعا طريقة تقديم النتائج ها بتكون كما يلي الآن standard error اللي هو ما يسمى بالخطأ العشوائي الخطأ المعياري هذا هو الخطأ المعياري standard error للمعلمة إيها يلي الخطأ المعياري ل B1 hat وأخيرا خطأ المعياري ل B2 hat هذه الآن هي الأخطاء المعياري التي سنتعامل معها اتباعا وطبعا نستخدمها في اختبار الفراضيات نكب إن شاء الله الآن قلنا في المقاطع الأولى حول تقدير النموذج الخطأ البسيط معدلبي أن هناك افتراضات أرجو أن انتماه إلى أن هذه الافتراضات من غيرها يصبح التقدير لا معنى له فهناك افتراضات سابقة حول الصفات متغيرات النموذج والمعلامات المقدرة فهذه الصفات هي للتذكير بها الآن المتغير التابع اللي هو الظاهر المراد دراستها تابعة يعني موزعة طبيعيا هذه الإشارة بتقول إنه موزعة طبيعيا بوسط مقداره A زائد B XI وانحراف معياري هيا طبعا هنا كل هذه القيمة هي الوسط هذا هو الانحراف المعياري للأخطاء العشوائي EI وبالتالي المتغير التابع الظاهرة المراد قياسها أو يعني تقدير معلماتها معرفعتها بالضبط بالمتوسط تساوي هذه القيمة وانحراف معياري مقداره سيجما سب A I طبعا يعني بمعنى آخر إنحراف معياري للأخطاء العشوائية الصفة الثانية اللي هو A هات الآن هذه المعنى المقدرة موزعة طبيعيا هنا موزعة طبيعيا بوسط حساب مقداره A اللي هو خلينا أشرحها هاي وأرجو انتباهها لها أحبات الطلبة المتابعين هذه موزعة طبيعيا A هات موزعة طبيعيا سقطت سهوا حرف ال N اللي هو توزيع طبيعي بوسط يساوي معلمة المجتمع هذه الآن هي معلمة المجتمع قاليني أمحأ بس من شان أكد على إنه هذه الآن موزعة طبيعيا بوسط يساوي معلمة المجتمع وانحراف معياري له الستاندرر لإيه لإيه بمعنى آخر بأن القيمة المتوقعة لإيه هات تساوي قيمة المعلمة للمجتمع هذه نسميها population parameter هي نسميها sample parameter وصفة أخرى B هات موزعة طبيعية بوسط يساوي B اللي هي معلمة المجتمع انحراف معيارة يساوي سيجما صب B بمعنى آخر بأن القيم المتوقعة على B هات دعني أوضحها القيم المتوقعة على B هات يساوي قيمة B للمجتمع كله وآخر شيء نذكر فيه بأن A والبيز اللي هي يعني B الأولى الثانية الثالثة هذولة بكون خطيات ليست مرفوعات لقوة إلا الواحد الصحيح هذه الصفات مهمة جدا حتى نستوعب يعني معنى التقدير لإيه هات وB الأولى هات B الثانية B الثالثة وهكذا حتى ننتهي نكمل بإذن الله طريقة اختبار الفريات الآن قلنا بأن عرض نتائج التقدير في معظم الأحيان تكون كما يأتي هذه الآن نتائج التقدير توضع الآن الظاهر للمراد قياسها أو تقدير معلماتها YI هات تساوي A هات زائد B واحد هات زائد طبعا مضروبا من المتغير المقابل لها زائد B اثنين هات مضروبا في المتغير المستقل تابع لها ثم نضع لستاندر ايرو الآن ما يسمى بالخطأ المعياري لكل معلم مقابلها فهنا استاندر ايرو بإي هات ثم استاندر ايرو بي هات ثم استاندر ايرو بي هات الآن بعدما نضع هذا الشكل دالة بمعلماتها بتقديراتها ونضع ما يسمى بأخطاء المعيارية لكل معلمة هذه نقوم بقسمة كل معلمة مثلا اي هات نقوم بقسمتها على الاستاندر لها ثم نقسم بي هات يعني الاولى لأن قسمنا هذه على الاستاندر ايرو الآن ثم نقوم بقسمة بي هات 1 على الاستاندر ايرو ثم نقوم بقسمة بي هات 2 على الاستاندر ايرو القيمة الناتجة من عملية القسمة تسمى يعني نسميها احنا قيمة تيل محسوبة سأشرحها بعد قليل ونقوم الآن بمقارنة تيل محسوبة هذه القيمة بعد القسمة بقيمة T المجدولة هناك جدول سأبينه عن توزيع T القيم توزيع T مقابل درجة حرية ومستويات أهمية مختلفة وإن شاء الله نكمل تقول النظري إحصائي بأن قسمة متغير طبيعي على متغير يتبع كاي سكوير الآن متغير طبيعي قلنا بأن A هات وB هات الأولى والثاني والثالث كلية هاي موزعات طبيعيا كما ذكرت بوسط يساوي كذا وكذا شرحته وإنحراف الميار للغلثاني في حين بأن الستاندرد ارر موزع حسب كاي حسب توزيع كاي فآن إذن نتعامل مع حاصل قسمة توزيع طبيعي على توزيع كاي حاصل قسمة هاي توزيع طبيعي على كاي يعطي توزيعا اسمه توزيع T أي أن الآن A hat التي قدرناها مطوح منها أي قيمة معينة مهما كانت القيمة صفر أو أي شيء يختلف عن الصفر سالب أو موجب إذا قسمنا A hat مطوح منها القيمة حتى لو كانت الvalue هاية لو كانت صفرا فبصير A hat مقسمة على stand error هذا بيكون موزع حسب T مقابل درجات حرية D F وكذلك الأمر لبيهات عندما نقسمها يعني طبعا نقسم إذا طرحنا منها أي قيمة حتى القيمة لو كانت صفر يعني لا يغير بالمعنى شيء فبيهات ناقص value هذا الفاليو ممكن يكون أقل من صفر صفر أو أعلى من صفر عندما نقسم على standard error لبيهات بيكون القيمة موزعة حسب توزيع T بدرجات حرية D F اللي هن معروفات لدينا له النون درجات حرية بهذه الحالية حجم العينة ناقص عدد المعلومات المقدرة تذكروا هنا درجات الحرية ذكرتها في أكثر من من مقطع degrees of freedom فالآن هذا هو توزيع T هذا الشكل يشبه التوزيع الطبيعي لكن الفرق بيناتهم أنه هنا بيكون أسمك يعني هاي الطرف الأيمن للتوزيع الطرف الأيسر بيكون أسمك ألعلى من التوزيع الطبيعي طبعا متوسط يساوه صفرا توزيع T صفر لاحظوا لي إلى اليمين تصبح القيم موجبة إلى اليسار قيم سالبة فالآن نقارن نقارن حاصل قسمة هذه القيم هنا نتيجة بما تقول إليه طبعا القيمة المحسوبة حسب الجدول كذلك الأمر هذه القيم فدعني الآن أبينها إن شاء الله تباعا لكن تحتاج إلى الانتباه بسيط من قبلكم أحبت الطلبة المتابعين نكمل هذا هو الجدول لنفترض على سم مثال بأن حجم العينة كان 11 أوكي لاحظوا لي الآن 11 القيم 11 هنا لاحظوا هين وضعت هنا مقابل 11 هاي السيركل الأحمر هذا وضعته طبعا هو مميز يعني هاي القيمة هي 11 وذهبت إلى اخترت الآن اخترت إنه أخلي ما يسمى بمستوى الأهمية اللي هي ما يسميه إحنا ألفة تساوي 5% 5% هذه نسبة المخاطرة تذكر وذكرت مثال أحبة الطلبة المتابعين قلنا إنه يعني ألفها أو ألف عفوا ألفة تساوي وخمسة مية هي الحد الفاصل بين الشيء الذي قد يحدث عادة والشيء الذي لا يحدث إلا بالصدفة إذن هي الفرق بين الطبيعي والصدفة 5% هنا أو ألفة نسبة الأهمية نسميها إحنا أو هي الآن الفرق بين ما يمكن أن يحدث صدفة وأن يحدث يعني عادي أن يحدث وبالتالي الآن مقابل درجات حرية عددها 11 هنا القيمة إذا قلنا بدنا نقسمها بمعنى آخر يعني بدأ أقسم هذه مستوى الأهمية لأنني بدأ اختبع الطرفين سأبين شو المقصود بالطرفين سأقسمها لقسمين أريد 2.5% تكون على الطرف الأيمن من التوزيع و2.5% على الطرف الأقصى الأيسر يعني هنا الطرف الأيمن الأقصى والطرف الأيسر الأقصى على اليمين بدأيها تكون 2.5% المساحة وهنا كذلك الأمر 2.5% ضحظوا لي وجاء الانتباه لها هذا الآن الاختبار بيقول لي أنه أي قيمة أي قيمة أعلى من 2.2 صفر واحد يعني لاحظوا لي هذه القيمة هنا موجودة هنا أي قيمة أعلى من هذه القيمة على اليمين لا تحدث إلا بالصدفة وأي قيمة أقل من 2.2 صفر واحد على اليسار له سالب لاحظوا لي لا تحدث إلا بالصدفة لأنه اخترنا الحد الفاصل للصدفة إنه 5% بما أني الآن بدي أختبر الطرفين فقلت الآن بدي أقسم هذه القيمة على 2 فتصبح 2.5% إلى اليمين و2.5% إلى اليسار سأوضح إن شاء الله بمثال يعني بأرقام الآن يأخذ اختبار الفرضيات أو يأتي اختبار الفرضيات على عدة أشكال عدة أشكال نشوف الشكل الأول الشكل الأول بقول طبعا هم نختبر المعلمة A هات وهي يعني طبعا B هات C هات اللي بتكي إياها لكن من اللي نفض أننا نريد أن نختبر الفرضي A هات الآن الفرضية العدم نسميها H not هذي فرضية العدم بتقول أنه A هات تساوي صفر أو أي قيمة نختارها مقابلها الفرضية البديلة نسميها The Alternative هاي فرضية بتقول لا هي A هات أعلى من الصفر أو أعلى من القيمة التي اخترناها لاحظوا هنا معنى آخر بما أنه اخترنا إحنا أنه يعني A هات تساوي صفر غير مؤثرة أو إذا اخترنا أي قيمة ثانية بمعنى أن A هات تساوي القيمة التي اخترناها فهي هذا الاختبار بكون في الطرف الأيمن في الطرف الأيمن من توزيع تساوي مقابل 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 ذلك لنفترض بأن القيمة فرضية العدم بتقول أنه A هات A هات هذه فرضية العدم بتقول A هات تساوي صفرا أو القيمة التي اخترناها لكن الفرضية البديلة أمحة هذا الفرضية البديلة هذه بتقول أنه A هات أقل من صفر أو أقل من القيمة التي ادعيناها فبكون اختبار إلى الطرف الأيسر من التوزيع إلى الطرف الأيسر من التوزيع وأخيرا لنفترض أنه فرضية العدم بتقول أنه A هات تساوي صفرا أو القيمة التي حددناها لكن فرضية البديلة تقول بأن A هات لا تساوي صفر أو القيمة التي اخترناها وبالتالي هنا الآن بكون الفحص على الطرفين على اليسار وإلى اليمين إلى اليسار وإلى اليمين إذن هنا نسميه احنا two tail test اختبار اختبار الطرفين هنا اختبار الطرف لاحظوا الأيمن لأنه أعلى من صفر دقناها هنا اختبار اختبار الطرف الأيسر لا تأخذونيش على الخط لكن هذا مهم جدا الآن إذن الأولى هي اختبار الطرف الأيمن أنه هذا هو الطرف الثاني هي اختبار الطرف الأيسر هذا هو الطرف والأخير اختبار الطرفين أي أنه أنا ذهبت إلى الطرفين يمين وشمال سأبين ذلك إن شاء الله في مثال عشك الألقام تباعا نكمل بإذن الله إذا كانت القيم المحسوبة من حاصل قسمه أكبر هذه أكبر من القيم المجدولة مقابل عدد درجات الحرية المحدد ومستوى الأهمية الذي يختاره الباحث فإن للمتغير المقابل المقدرة أهمية في تفسير تغاير الظاهرة سأفسرها إن شاء الله مثال لنفترض بأن الظاهرة المراد قياسها ذا حظوا من حياتكم كطلب ومتابعين الظاهرة المراد قياسها لنفترض بأنها علامة الطالب في مساق الاقتصاد القياسي وقد أخذ الباحث المتغيرات الآتي باعتبارها المؤثرات الرئيسية في علامة الطالب فقط وأخذ ثلاث متغيرات المتغير الأول هو عدد الساعات التي يخصصها الطالب في دراسة المساق سمى HI يعني عدد الهورز للطالب I ثم أخذ المتغيرات الثانية عدد المساقات التي سجل بها الطالب فclass load CL يعني هذا اختصار الآن HI هي اختصار لعدد الساعات التي يخصصها الطالب في دراسة المساق وCL اللي هو class load عدد المساقات التي سجل بها الطالب في الفصل الفلاني وآخر متغير أخذ بعين الاعتبار الباحث هو family size اللي هو حجم الأسرة وكانت النتائج بناء على عين حجمها 25 إذن أخذ 25 الطالب كمثال يعني ربما 25 أفترق معا المهم نفهم المبنى أخذ عينه بمقدار أن تساوي 25 وكانت النتائج التي توصل عليها كما يلي هذه النتيجة هذا مثال عملي يعني كثير في بعض الأسابة في علوم التربوية وعلوم النفس بطبقوب وباستخد النتائج فلنفترض جدل كمثال يعني ابتكر من أدم غد إنه كانت النتيجة كما يري هاي العلامة D صب I اللي هي علامة هذه علامة الطالب طبعا هون أخذ عيني 25 طالب كانت كما يري 10 لاحظوا لو كل المتغيرات كانت تساوي أصفار وبالتالي أقل قيمة يحصل عليها الطالب تساوي 10 زائد 5.2 مضروب في ال-HI اللي هو عدد الساعات التي يدرسها الطالب على المساق سالب لاحظوا اللي باحث اللي بوجد إنه الإشارة سالبة سالبة 2.1 مضروب في CLI اللي هو عدد المساقات التي سجل بها الطالب أو سجل لها الطالب في الفصل اللي متحدث عنه سالب 3.5 مضروب بحجم الأسرة فالآن هذه نتائج يعني رائعة لكن قام بحساب ما يسمى بالستاندرد error وتوصل إلى القيمة التالية إذن هنا الستاندرد error الآن الأولى دعنا نشوف نمح هذا الحكي لكي نكون شيء واضح فكان الستاندرد error للمعلمة التي نقص التقاطع مع المحو الأفقي كانت 2.3 لاحظوا والستاندرد error لعدد الساعات التي يخصص الطالب كانت 1.9 الستاندرد error لعدد المساقات التي سجل لها الطالب 2.5 9 وأخيرا الستاندرر أو الخطأ المعياري لحجم الأسرة يساوي 1.3 الآن مطلوب مننا طبعا كما ذكر نقسم هذه المعلمة على خطأ المعياري وهذه المعلمة على خطأ المعياري وهذه المعلمة على خطأ المعياري وهذه المعلمة على خطأ المعياري وسنختار طبعا أنه سؤال بسيط أنه هل هناك أثر لرجان الانتباه للسؤال لأنه هو نصف الفهم هل هناك أثر لعدد الساعات التي يخصصها الطالب للدراسة على المساق وهل هناك أثر لعدد المساقات المسجل إلها الذي سجلها الطالب وسجل بها الطالب في المساقات مختلفة في الفصل الفلاني مثلا وهل لحجم الأسرة أثر على علامة إذن يعني هل هناك أثر لHI على DI هل هناك أثر لCLI على DI هل هناك أثر لFSI على DI لاحظوا لي السؤال مهم جدا جدا نكمل الآن طبعا بعد ما حسبنا الأخطاء المعيارية كلها للمعلمة الأولى الخطأ الميارية 2.3 ثم للمعلمة الثانية اللي هي B1 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 1.9 بعدين B2 الخطأ الميارية 2.95 وأخيرا لB3 اللي هي 1.3 نلاحظ نعيد كتابة النتائج ثم نقسم الآن يعني نعيد كتابة النتائج التي حصل عليها الباحث ثم نقسم لاحظوا لهذه النتائج التي توصل عليها الثاني مرة نضع هنا هاي خطأ الميارية أضعوا تباعا لاحظوا لي أوكي فحصلنا الآن على المعلمة هذه والمعلمة هذه والهذه المعلمة هذه المعلمة إذن كي عدد المعلمات في هذه الحالة يساوي أربعة والأخطاء المعيارية هذا الخطأ المعياري الأول هذا الخطأ المعياري الثاني هذا الخطأ المعياري الثالث وهذا الخطأ المعياري الرابع والأخير الآن من قسمه نقسم قسمنا إذن هذه المعلمة على خطأها المعياري هذا هو أعطاني هذه القيمة وقسمنا هذه الآن لاحظوا لي على خطأها المعياري أعطاني هذه القيمة وقسمنا هذه القيمة هنا أعطاني هذه القيمة الأخيرة قبل الأخير عفوا وقسمنا هذه القيمة على خطأ هالمعياري هنا الآن أعطاني هذه القيمة لاحظ الآن عندي قيم T هذه قيمة T الأولى هاي تي الثاني هاي تي الثالثة هاي تي الرابعة هاي الثالثة هاي الثانية هاي الأولى الأولى كانت 4.35 الثانية كانت 2.74 الثالثة سالب 7.2 والأخيرة طلعت سالب 2.692 هذه القيم الآن سأقارنها بالقيم الجدولية والنتابع الآن هذا هو الجدول اتذكروا حجم العينة 25 إذن درجات الحرية degrees of freedom يساوي 25 ناقص أربع معلمات إذن بكون درجات الحرية يساوي 21 فسنقارن الآن أمام 21 لاحظوا لي إذن هاي ال21 واخترنا إحنا ألفة هذه ألفة هنا ألفة مستوى لها ما يساوي 5 بالمية بما أني بدي أختبر الأثر أثر المتغيرات لأنهم عدد ساعات الساعات التي يخصصها الطالب لدراس المادة وعدد المساقات المسجلة لها بالفصل وحجم الأسرة هل لها أثر إيجابي أو سلبي أوكي؟ يعني أكبر من صفر إذا قلنا ملهاش أثر ما تطيبك صفر أما إذا إلها أثر موجب أو سلبي بدي يبين بالنتيجة فأول واحدة لاحظوا للآن قيمة معلمة التقاطع اللي هي هاي A هات A هات هذه A هات قيمتها أربعة فاصلة ثلاثة خمسة أربعة فاصلة خمسة تتتين بالمية إذا ذهبنا 21 وقلنا إحنا قسمنا المساحة إلى 2.5% هنا و2.5% هنا فمنلاحظ أنه لازم تكون فاصلة 97 يعني هاي من هذه المسافة إلى هذه المسافة لازم تساوي 95 بالمية 95 أبدا إذا نرجح هنا 95 معنى ذلك أنه مقابل مقابل درجات الحرية 21 و95 يجب أن تكون قيمة T 1.721 أي قيمة أكبر منها معنى ذلك بأن لها أهمية تبقى بالتقدير فلاحظوا الآن إحاة مقدارها 4.35 وهي أكبر من هذه القيمة هذه القيمة التي وضعناها هنا داخل الدائرة 4.35 أكبر من 1.721 ما يعني أنه النقطة تقاطع مهمة تبقى بالتقدير نأتي الآن على الثانية اللي هي هنا بي هات الأولى اللي هي الكوفيشنت أو معامل عدد الساعات الساعات للطلاب قيمتها 2.47 47 وبالتالي هي أكبر من هذه القيمة أكبر منها معنى ذلك بأن هناك لها أهمية لاحظوا لأكبر إذن تجي على اليمين وبالتالي تبقى بالتقدير نيجع الثالثة الثالثة سبحان الله قيمتها أقل من 1 صيح وسالب سالب فاصل 712 وهي بالمطلق بالمطلق أقل من هذه القيمة معنى ذلك أنه ليس هناك أثر هاي طبعا اللي هي للكورس لود ليس هناك أثر لعدد الساعات أو عفوا لعدد المساقات المسجل التي سجل لها الطالب في الفصل هذا اللي متعدد عنه وبالتالي هنا بي بي هات الثانية تصبح صفرا بحكم يعني بحكم الاختبار هذا مهم جدا وأخيرا الآن اللي هي حجم الأسرة هذه القيمة لاحظوا لي أو خلينا أضحها بالأخضر حتى نميزها أو بأي لون ثاني نختار هذا اللون الأخضر هذا الآن هذه أكبر من هذه القيمة فإذا لها أثر بمعنى آخر الآن أنه اكتشفنا من هذه الاختبارات بأن عدد الساعات له أثر عدد المساقات ليس له أثر حجم الأسرة له أثر بالعلامة إذن الآن عدد الساعات له أثر إيجابي لاحظوا الإشارة الموجب هنا إذن يعني عدد الساعات له أثر إيجابي على علامة الطالب وهنا حجم الأسرة له أثر سلبي على يعني على علامة الطالب يعني ربما الأسرة الكبيرة تسبب إزعاج للطالب لا يدرس لأنه بلتهي بمتطلبات الأسرة كثيرة فلذلك علامته تنخف اتباعا أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع المهم راجيا أن يكون قد قدم الفائدة لكم جميعا أحبة الطلب المتابعين وإن شاء الله إلى لقاء آخر بإذن الله قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته